اتفاق تجزئة الشرعية بين الميليشيات قد يكون وصفاً ملائماً لاتفاق الرياض بالنظر إلى ما آلت إليه الشرعية منذ استعانتها بالسعودية لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي والواقع أن الشرعية ذهبت إلى الرياض ولا تزال تحتفظ بكثير من شرعية التوافق السياسي التي آلت إليها ثورة الحادي عشر من فبراير بموجب المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة لكنها ملبثت أن تنازلت عنها شيئاً فشيئاً حتى أصبح دور الشرعية مقصوراً على إعطاء المشروعية لمخططات إقليمية تدار باسمها وتوقيعاتها ذهبت الشرعية محمولاً على ظهرها انقلاب جماعة الحوثي فأضيف لها انقلاب آخر برعاية وتمويل وتخطيط من التحالف وبذلك تكون السعودية والإمارات قد ألغت كل المرجعيات السابقة التي انتهت إليها ثورة ألفين وأحد عشر وذلك مبتغاها الذي ظلت تحضر له منذ ما قبل اقتحام جماعة الحوثي للعاصمة صنعة قد يبدو الطرح آنفاً مخالفاً لما يراه البعض ممن يأخذون من الأمور قشورها والقصد أن التوافق الحاضر مؤخراً في قصر اليمامة ليس توجهاً يمنياً خالصاً بقدر ما هو تنفيذ لمخطط أدير في أبوظبي وصادقت عليه الرياض والتعويل عليه نوع من الرهان على أن يخرج الماء من السراب تحتشد النخبة اليمنية الفاقدة للخيال السياسي والمناورة وراء الاتفاق كطريق واحد مجبرة أن تخطوه لكن ما يدور في الغرف المظلمة قد يبدو مغايراً لذلك الطرح الهادر أمام الكاميرات وذلك تجل واضح للإرادة المسلوبة